نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية من أنباء بشأن السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2020-2021 بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حل الرغبة في تحسين مجموعهما وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية والتي نفت بدورها تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2020-2021 بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حل الرغبة في تحسين مجموعهما